موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في وصفة مريم لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك والاعجاب وصفة اليوم هي تاخت الفراولة لا تخطف خاز كنت عملت فيديو سابق لابات سابلي هي عجينة مرملة واليوم سوف نقوم بالكريمة عندي حليب بيضاتين 100 غرام فارينة 100 غرام سكر عادي 30 غرام كاكاو وفانيليا أول مرة نبدأ بها سوف نضع الحليب يسخن سوف نضعه يسخن فقط يعني ليس حتى يغلي لازم تكون نار هادئة لو عندكم يعني فانيليا سائلة تقدروا تضيفها كذلك أي نوع من فانيليا عندكم تضيفها للحليب سوف نحرك هنا ونضعها سوف نمر من المرحلة الثانية وكما سبقت وقتلكم الفيديو السابق سوف نقوم بالرابط في الأعلى كيفية عملت لابات سابلي العجينة مرملة اليوم اخترت كريمة 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 الحلواني اخترتها بذوق الشوكولاتة واللي كانت واحدة طلبتني على تغطولاتي الي احبيت يعني ادي الكريمة عادية بالطعم الفانيليا يعني تقدر تستغني على الكاكاو وتحتفظي بالمواد الي حطيتهم عادي هنا بعض البيض نبدأ نضيف السكر وراح نخلطهم حتى يدوب السكر معانا كما أخبركم ما تنساوش الحليب ما لازم شغلي لازم تكونوا منقصين عليه النار ودخلوه يعني يسخن فقط هنا السكر راهداب كما راهداب لازم تشوفوا الان نضيف الفارينة خلطوا مليح باش ميتكونوا عندكم هذو كل حبيبات تعال الفارينة نضيفوا هنا الكاكاو ونخلطوه كلش مع بعض ونخلطوه كلش مع بعض يعني العجينة طيبتها من قبل وراهي وجدة عندي يعني ما عليكم إلا اخذ موغر الكريمة برك وتوجد الفارينة الواتحكم نحركوا بهذا الطريقة حتى الكل يتجنس ونتحصلوا على هذا الخالط الناعم الان نحن اخذوا الحليب من فوق النار وراح نضيفه كما راكم تشوفوا هنا يعني ما غلاش سخن برك راح نضيفه نصف الكمية فقط ربع لترح نضيفه بش نفتحوا به هذا الخالط تابعوا معي الخطوات نضيفه هكذا يعني حركوا مليح وبسرعة حتى تحسوا انه الخالط خفيف عندكم ما عندها الخالط الاول هده تقيت كامل تحلف الحليب والنار لازم دايما تكون هادئة تكون طيب وفلاك خام هادة باتيسياغ على النار الان راح نرجع الخليط هذا على الحليب ونحركوا مليح دائما من هذه الطريقة الان راح نرجعها فوق النار ونواصله التحريك حتى يعني تجمد معانا يعني تولي تقيل كما راكم تشوفوا لازم تحركوا بسرعة ستشوفوا يعني القاوة متاحة معايا هاوليك القاوة متاحة ولما تبرد خلوها تبرد يعني على جهة لما تبرد يعني لح تتقل هذا الفنده تخت خلوها ونحن نضيف الاختبار كريمة الحلواني لا هي وجدة انا خليتها تفاتش ويا مازلت يعني سخونة ولكن هذا الشي عادي والي راح تجمد نحن ندخل الكسرونة وهذا يعني ما يخليها تسينا دخل فنده تخت بسهولة انا الان را ندرتها وراح نخليها تبرد باش نحط الفراولة من فوقها هنا كما راكم تشوفوا راهي بردت ناخدوا شرائح كما راكم تشوفوا تحفر فراولة يعني قطعتهم بالطول والتزيين هذا مع انتها يقعد لكم انتما راح نواصلو ورح ندخلوها للثلاجه حتى تبرد تماما اربع سواية حتى خمس سواية وهذا الشكل النهائي للتخت وفخاز طارت الفراولة بكريمة الحلوانية الشوكولاتة اتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله ولكم نهاركم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته